بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اليوم موعدنا مع فصل جديد من فصول قصة كفاح شعب مصر للصف الثاني الإعدادي وهو بعنوان أمال هذا الليل من فجر من أهم الشخصيات التي يتناولها هذا الفصل شخصية الملك والمقصود بالملك هنا هو الملك فاروق وهو آخر ملوك مصر من الأسرة العلوية أطاح به تنظيم الدباط الأحرار في ثورة 1952 ميلادية فتنازل عن العرش وغادر البلاد كذلك من أهم الشخصيات التي تناولها هذا الفصل الدباط الأحرار الدباط الأحرار هو تنظيم سري قام داخل الجيش بعد هزيمة حرب 1948 وقاد أفراده الثورة ضد الملك والاستعمار كذلك من أهم المدن والأماكن التي وردت في هذا الفصل رقم واحد فلسطين دخلها الجيش المصري مع بقية الجيوش العربية لتخليصها من عصابات اليهود الفالوجة وتقع في فلسطين وقد رابطت بها الحامية المصرية لحرب اليهود في هذا الفصل وهو بعنوان أما لهذا الليل من فجر يتناول مظاهر فساد الأحزاب السياسية ويتناول أيضا صراعها على الحكم بعد إلغاء الحماية البريطانية عن مصر مما أدى إلى فساد في إدارة الحكم والبرلمان كذلك دخول الجيش المصري حرب فلسطين وتعرضه لجريمة الأسلحة الفاسدة لكنه صمد في الفالوجة أمام اليهود صمود لجبال وبعدها اشتعلت صورة 23 يولو التي طالبت بحق الشعب في الحرية والحياة الكريمة والتقدم والرقي سوف نتناول الآن الفصل في هذا الفصل على هيئة أسئلة وإجابة السؤال الأول بيقول لي لماذا لم تستمتع مصر باستقلالها رغم إلغاء الحماية البريطانية عنها أن أقول لأن الحكومات البريطانية ظلت متمسكة بالتحفظات الأربعة وجعلت منها حجة للتدخل في شؤون مصر الداخلية بين حين وآخر السؤال الثاني بيقول لي بماذا ابتليت مصر بعد رفع الحماية البريطانية عنها الإجابة ابتليت مصر بانحراف الأحزاب السياسية طب إذن ما معنى انحراف الأحزاب السياسية هنقول طغط الأهواء والمطامع الشخصية على زعماء الأحزاب وقادتها ورجالها وأصبح هم كل حزب أن يحطم الحزب الآخر أو أن يصل إلى مقاعد الحكم مهما كانت الغاية والوسيلة طيب ما هي مظاهر انحراف الأحزاب لذلك الوقت هنقول إيه أصبحت مصالح البلاد العليا موضع ممارسة ومساومة فما يرفضه حزب يقبله حزب آخر ويؤيده كذلك خضوع طلاب الجاه المزيف والمتكالبين على مقاعد الحكم للمستعمر البريطاني وتصارع الأحزاب من أجل الوصول لمقاعد الحكم دون الاهتمام بأهداف الشعب وغاياته ودون مراعاة لمصلحة الوطن العليا السؤال بعد كده بيقولي كان لتعدد الأحزاب قبل صورة 1952 أثر سيء على إدارة البلاد دلل على ذلك أدى تعدد الأحزاب إلى التصارع من أجل الوصول إلى مقاعد الحكم كذلك فساد إدارة الحكم وأيضا اتخاذ البعض من مناصبهم أو قرابتهم لقولي الأمر وسيلة للصراء بطريق غير مشروع كالرشوة والإتجار في الممنوعات كذلك ضعف رقابة البرلمان على أعمال الحكومات حتى أصبح الدستور في مهب الريح ومهب الأهواء والأغراض السؤال التالي علل دخول الجيش المصري أرض فلسطين عام 1948 وماذا ترطب على ذلك الإجابة دخل الجيش المصري أرض فلسطين لتخليصها من عصابات اليهود وترطب على ذلك ظهور نشاط ملحوظ وجهود موفقة في الجيش المصري وهزيمة اليهود في عدة مواقع كذلك هدم الكثير من الحصون والقلاع طيب إذن ما سبب فشل الجيش المصري في تحقيق أهدفه في حرب فلسطين ده السؤال مهم جدا نقول فشل الجيش المصري في تحقيق أهدافه في حرب فلسطين بسبب صفقة الأسلحة الفاسدة ودي طبعا حدثة شهيرة جدا من جرائم الحرب سؤال التالي بيقول لي كان للفساد الداخلي أثر في هزيمة الجيش المصري في فلسطين نقول حيث قام بعض المقربين من الملك باحتقار توريد الأسلحة للجيش وقدموا له أسلحة فاسدة وكان غرضهم في ذلك هو الثرائل على حساب أرواح الضحايا طيب السؤال البعد كده بيقول لي وضح دور الجنود المصريين وبسالتهم في حرب فلسطين على الرغم من صفقة الأسلحة الفاسدة قد وقف جنود مصر وقفة مشرفة فقد وقفوا يدافعون ويجاهدون بصبرهم وعزيمتهم ويناضلون بإيمانهم وإرادتهم وصمدوا صمود الجبابرة السؤال التالي متى قامت صورة يوليو ومن الذي قام بها قامت في 23 يوليو 1952 وقام بها الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر السؤال التالي لماذا قامت ضباط الأحرار بصورة يوليو نقول الإجابة ليعلنوا حق الشعب في حريته وحقه في الوطن وحقه في حياة حرة كريمة إذن في نهاية هذا الفصل نتعلم أن الصراع والتفرق يؤديان إلى الضعف والانهيار كذلك يجب على الإنسان أن يتطلع إلى الحياة الحرة الكريمة وعدم الاستسلام والصمود أمام العدو مهما كانت الظروف وبذلك نكون انتهينا من عرض بعض أحداث الفصل التاسع أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر